السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا مرة أخرى وإياكم نكمل دروس رايتها طبعاً إحنا بعدنا في chapter 3 ونعتذر كثير 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 عن غيابي السبب أنه الشركة ما شاء الله يعني ما بيعطي مجال نهائياً أن الواحد يأخذ أنفاسا يعني من الصبح إحنا مع الشركة وتصل لدرجة أنه أنا اليوم رجعت مني الشركة الساعة ثمانية بالليل ثمانية بالليل رحت للشركة ثمانية السباح ورجعت ثمانية بالليل يدوب أكلت طبعاً ما في غدا ما تغديت يدوب أتعشيت سبحت جماعة أرادوا نطلع يعني في جماعة أنا دي مشروع الكلاود معهم بس أعتذرت قلت لا ما أستطيع لأنه لازم أكمل محاضرات الريد هات فأنتو أفرض أنتو أولى فيدوبك الآن يجوز بس باليوم الساعة أحاول أنه أوفرها لكم في سبيل أنه شو هذا ما كنستطيع لا أحاول أنه نسجل فيها دورات ونكمل راية هات هذا أبديت للفي دورة ما عندنا مشكلة أوكي نرجع للشابتر ثري أحنا طبعاً أخذنا كثير إشياء من الشابتر ثري زين بقى أنه نكمل أكيد راح نكمل يعني شو راح نسوي إذن نذهب للترمن والمرة الأخرى زين اليوم راح نتعامل مع الفايل كيف نعمل منيجينج فايل أنت كأدمنستريتور تحتاج أنه يكون إليك قابلية أنه تنفذ مجموعة أوامر هذه الأوامر الفكرة من عنده أنه تتعامل مع الفايل منيجمنت إدارة الفايلات زين منها ثلاث نقاط أساسية working with wildcard التعامل مع ال wildcards هنشوف الفكرة عنها managing working with directories إدارة وتعامل مع directories working with absolute and relative path names التعامل مع ال absolute وي relative path names هذه ثلاث نقاط أساسية working with wildcards managing and working with directories working with absolute and relative path names هذه ثلاث نقاط أساسية في المانيجينج فايل شو هي؟ خلنا ندخل للتفاصيل زين احنا أضف إلى ذلك مفروض من عندنا أيضا نعرف إضافة لهذه ثلاث أشياء التي ضفناها لازم نعرف listing files والdirectories كيف نعمل listing للفايل والdirectories copying files والdirectories كيف نستخدم الاستنساخ للفايل والdirectories moving file والdirectories كيف أنه إحنا نحرك الفايل والdirectories من مكان إلى آخر و deleting files and directories كيف نحذف file أو نحذف directory بالكامل زين خلنا نتعامل في البداية احنا قلنا مع ال wildcard زين احنا في عدنا مجموعة wildcards ممكن نستفاد من عدها يعني for example لو احنا قلنا مثلا like this asterisk اللي هي النجمة النجمة هذي يشير إلى أنه عدد الكاركتورز يعني for example من أني اجي أقول less نجمة بمعنى أنه هذا رح يطلع لي ما لا نهاية من النمبرز رح يظهر لي كل الفايلات اللي موجودة في ال directory وخصوصا ما عدا طبعا لازم نقطة تنتبه عليها ما عدا هذه الفايلات اللي تبتدي بـ ال dot طبعا انت في بالك فكرة يعني اي فايلات حتظهر عندي يعني احنا لو عملنا enter بلاحظ يظهر لي كل ال directories اللي موجودة منها desktop يعني خلنا نشوف for example لو جاننا على ال home انو احنا نعرف انو نحن بنشغل في ال home في رح يظهر لي desktop document download music template public pictures videos all these files كل هذي الفايلات حتظهر عندي directories عفا لكن في directories اللي تبدأ بال dot ما رح تظهر لو ضغطنا على control H لاحظ control H بمعنى انو رح يشوفك الفولدرات ال hidden لاحظ هذا الكاتش dot catch صح نقطة اللي مملاحظة اضغط على control H حتلاحظة dot catch أو dot mozilla dot local هذي ما رح تظهر ويا ال asterisk ليش؟ لين هذه الفايلات تعتبر hidden كيف انت في ال Windows تذهب ل show hidden files أو تريد تعمل hidden files في ال linux أي ملف تضع قبلها dot هيعتبر hidden للمعلومة احنا بعدنا مواصلنا هالفقرة بس هذا معلومة زين احنا بمع ذي المعنى انو احنا نستخدم هذا ال wild card الفكرة من عندها انو احنا لو شاكين في اسم directory معين ممكن انو احنا نظهر كل ال directories لين هذا يعتبر ultimate number of all characters لل installs فهذا هيعمل لك show all files in the current directory رح يشوفك كل الفايلات بالdirectory اللي انت شغال عليها طبعا احنا شغالين على directory نعرف لو كتبنا pwd حيطبع لنا شنو ال working directory pwd print working directory زين في عدنا ايضا في عدنا ايضا علامة الاستفهام علامة الاستفهام هي احد ال wild card استفادة من عندها انه يأشور لك الى character معين هذا ممكن يكون اي character عادي اوكي يعني مثلا لو ايجي انك كتبنا less مثلا c علامة استفهام اين انت ايوها العلامة استفهام t اوكي بهذا الشكل هذا ممكن انه يكون مشابه لكلمة for example cat cat او cat صح قد يكون cat او قد يكون cat هذا يعتمد على من يعتمد على الباش ويعتمد على linux في ترجمة هذا الشيء اذا كان معرف في داخل الباش زي خلينا نعمل هنا enter لاحظ هنا يقول لي such و ال ممكن احنا في عدنا مشكلة شو هو المشكلة can't access to cat لانه احنا اصلا ما عدنا folder اسم cat absolutely خلينا نعمل folder اصلا فليكن اسم cat او خلينا نرجع احنا هنا نكتب لا لاحظ في عدنا less cat لاحظ less cat في عدنا او اذا كتبنا cd for example like وين او علامة تستفهم انا ما انا ما اعرف وين او لاحظ لما كتبنا cd c وعلامة التعجب t رأسا ندخل في يعني هنا لو عملنا pwd لاحظ احنا في directory cat اذا العلامة الاستفهام الفكرة من عند انه احنا انت اذا في حالة ناسي الكلمة او حرف ما في مكان معين ممكن تستعين بال wildcard علامة الاستفهام خلينا نشوف time اذا يسمح 7 دقائق يسمح اخر شي في wildcard بعد ذلك نوقف تسجيل عدنا كلمة auto هذا يأشور لك انه يعني هسا حاليا انت قبل ان ادخل الاوتو علامة الاستفهام اذا حبينا نعملها بالانجليزية use it to refer to one specific character that can be any character with much as well cat or cut مثل ما اخذنا احنا في المثال مرتنا الاوتو اللي هي تيجي بهذا الشكل auto هذا يأشر الى character واحد ممكن يكون المختار ضمن range معين لل bracket اللي انت وضعتها ف خلونا نجرب انه مثلا هذا يكون على شكل array يعني الاحتمالية في ال wild cart اللي هو علامة الاستفهام اقل بكثير من احتمالية auto الاوتو ممكن يعطيك array من characters نقدر نترجم ها للانجليزية refer to one character that may be selected from the range that is satisfied between square brackets ok فممكن انه would match to cat cut or coat ok ف احنا نقدر احنا نكتب مثلا less for example less c بهذا شكل نكتب auto ouch مثلا خلي نقول sorry انا كلمة auto هي مو auto هي a u o ok a u o t ok a u o t اي غلط بها a o u t الفكرة هي وين هي الفكرة في bracket اوك الفكرة هي في bracket اوك اهنان انت تعطي الى array بمعنى انه انت عمل لي less ل c انا اعرف الحرف الاول واعرف حرف الاخير لكن shock shock انه حرف الوسط يام حيكون a يام حيكون u يام حيكون o فانت طبعا هنا يقول لك no can a do 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 ليش الكات موجودة so ليش بيعمل هيك لون نجي نكتب مثلا for example cd ممكن تنفع مع cd اه احنا اصلا موجودين في directory اللي هو cat صح فنكتب cd اوك بنرجع مرة اخرى نكتب او خلول نعمل الشاشة clear حتي يكون اوضح بكثير شوف محد ملبهني بس في واحد يقول يا استاذ انت داخل في directory نفس فاذا احنا عملنا less موجودة اذا احنا احنا اجينا عملنا cd ل cd لاحظ دخل على ال cat لانه هو لما اجي عمل ال searching لاحظ انه في عندك a موجودة جميل في اذا بهيك حالة انا ممكن نستخدم ايضا array من characters على اساس انه انا الشاك الحرف الوسط قد يكون حرف صح زين احنا احنا نوصل لنهاية الدرس نكمل بياكم درس القادم مع السلامة